قبل ما أدخل مع حضراتكم في تفاصيل أخبار خلينا نعل نتيجة جاتم الكنترول نتيجة اختياراتكم لأفضل ثلاث لعبين من نادي الأهلي في مباراة بيرامتز الأخيرة منافسة كانت شديدة جدا من المباراة اللي الواحد بيبقى مستمتع باختياراتكم يعني وإحنا بنفرز الأصوات عدد كبير جدا من نجوم نادي الأهلي كانوا حاضرين في اختيارات الجماهير والمنافسة كانت شديدة جدا وقوية جدا وبالمناسبة خلينا نقول هم ثلاث لعبين انهس اللي بتكتب أربعة وخمسة وستة يعني احنا هناخد أول ثلاث أسماء طبيعي فما تتبوش نفسكم بس عشان دايما بقى بفتكر أقولكم الموضوع ده وبنسى طيب في المركز الأول كان عمر السولية نجم خط وسط النادي الأهلي بفارق كبير الحقيقة وبتصويت يعني تاريخي في المركز الأول كان عمر السولية زي ما قلت لحضراتكم هاني الحقيقة خد إشادة كبيرة جدا من معظم الجماهير وخد عدد كبير من الأصوات خليها ياخد المركز الثاني كأفضل لعابي الأهلي في مباراة بيرامدزو في المركز الثالث كانت منافسة قوية جدا ديانج قدر يحسمها بعدما كان الحقيقة فيه منافسة قوية جدا من محمد شريف ومحمد مجدي أفشا لكن ديانج حسم المركز الثالث لصالحه وضاف لرصيده نقطة كانت مهمة ليه عشان يضغط على أكرم توفيق الحاضر معنا في جدول الترتيب الغائب عن وشاركته مع نادي الأهلي ونتمنى أرجوع بألف سلامة عشان يكون جدول الترتيب زي ما حضراتكم شايفينه مازال حمدي فتحي هو نجب نجوم النادي الأهلي في الموسم ده في المركز الأول 15 نقطة باختياراتكم طبعا 15 نقطة من 17 مشاركة أكرم توفيق رغم غيابه الطويل لكن مازال محافظ على المركز الثاني 12 نقطة من 10 مشاركات فقط لغير بيضغط عليه أليو تزينجي بالنقطة اللي خدها في ماتش بيرامدز عشان يوصل ل 12 نقطة من 18 مشاركة أحمد عبدالقادر منفرد بالمركز الرابع برصيد 11 نقطة علي معلول في المركز الخامس 9 نقاط عمر السلية بالتلات نقاط دول بيتقدم وينفرد بالمركز السادس برصيد 9 نقاط بعد كده بيجي محمد هاني طبعا برصيد 8 نقاط وفي برصيد 7 نقاط